أبو أحمد من أبوظبي و أطرع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة و عمره تامتين تامتين العلماء قالوا بأن مقصود حديث النبي عليه الصلاة والسلام تشجيع المسلم على البقاء في مصلى بعد صلاة الفجر و الحرص على هذا الوقت العظيم الذي يستطيع من خلاله أن يأتي بأذكار الصباح كاملة يأتي بورده اليوم يبقى متعلقا بالمساجد يأتي بالدعاء مثلا و شيء من هذا القبيل و لذلك قالوا الأفضل و الأكمل أن يبقى في مكانه لكن إذا احتاج أن يقوم يتحرك فيقوم بحدود المسجد ما يخرج فبعض الناس يقول لك والله أنا أعاني إشكالات صحية أروح أجلس على الكرسي مثلا في الصفوف الخلفية يجوز هذا لا يبطل عليه العمل لأنه ما خرج من المسجد ما خرج من المسجد و الأكمل و الأفضل أن يبقى في محل صلاته بارك الله فيك